بات مستقبل وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو على المحك بعد ضعف أداء جيشه خلال العملية العسكرية في أوكرانيا طبعا هذا ما ذكرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مضيفة أن ما حدث في احتفال عيد النصر هو مجرد تفاخر بأسلحة جديدة لإبراز تطور الجيش الروسي تحت قيادته لكن الحقيقة بعد الاجتياح الروسي لأوكرانيا قبل أكثر من شهرين طبعا بحسب الصحيفة عدم كفاءة بل وحشية أحد أكبر الجيوش في العالم هذا ما بين أخطاء لوجستية وعمليات نهب وأيضا جرائم حرب الصحيفة تشير إلى أن الجيش الروسي يواجه ضغوط هائلة بعد إغفاقات تقول بأنها محرجة في ساحة المعركة خصوصا بعد انسحابه من هجومها على كييف وأيضا الاستلاء على مساحة أكبر في شرق أوكرانيا لا تزال الأسل إلى مطروحة حول مقدار اللوم الذي يجب أن يتحمله شويغو عن إغفاقات القوى الروسية فمن شبه المؤكد بحسب الصحيفة طبعا الأمريكية أن شويغو لم يكن يأخذ زمام المبادرة في صياغة خطة الحملة العسكرية وأن دوره في التخطيط للعملية العسكرية غير واضح الصحيفة نقلت عن محللة روسية أن هناك تقارير تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشعر بخيبة أمل كبيرة في كيفية استعداد شويغو لهذه الحرب وكيف نفذها ترجمة نانسي قنقر